رأيه كيف المستوى اللي قدمناه في كاس النوم الأفريقية على مستوى التحكيم سواء على حكام ساحة حكام بقى الحكام مساعدين طبعاً احنا مستوى أفاجيني شخصياً لأن أنا كنت قلقين جداً على حكامنا مراحلين البطولة وما تمش إعدادهم الإعداد اللي أنا كنت منتظره لأن أنا رحت البطولة دي خمس مرات قبل كده فكان قبل البطولة بمن تال الأمانة بلعب مطشاة كافية أننا رايح بطولة كبيرة زي كاس الأمم وعرف اللي بحصل في كاس الأمم وعرف الإعداد بعمل إزاي وعرف الضغط بعمل حاكم عامل إزاي فبالتالي إحنا في مصر أقل عدد مطشاط لحكامنا قبل البطولة لعبوها وبالتالي حاكم رايح أنا كنت ألآن وقلته قلت أنا خاف على حكامنا المصريين وما رايحين بطولة لأنه فعلا ما تمش إعدادهم لأنه قبل كده كنا بنلعب دوري ممتاز قسم ثاني قسم ثالث فبتعمل عدد مباريات كبيرة جدا بيأهلك نفسيا وبدنيا وفنيا أن انت راح بطولة كبيرة زي كاس الأمم تعمل شغل كويس ده ما حصلش معاه الاجتهاد اللي حصل الاجتهاد شخص منهم وتجهز نفسهم مع الاتحاد الأفريقي اللي بروحوا أسبوع قبل البطولة فالناس اجتهدت واشتغلت وكانت توفيه الحمد لله حالفهم وعملوا بطولة ولا أرواح أنا بأتكلم عكس الناس بقى طبعا تكريم ده واجب بس أنا عكس الناس كلها أنا بدلوقتي احنا عندنا نقطة انطلاق نتمنى من يعني ايه الناس عملت شغل كويس ننقفش عندها احنا عندنا كاس عالم أيوة وخلي بالك مش معنا انت رشعت في الاتنين الحكام ده حاجة كبيرة جدا عن فكرة لمصر من تبتاشر حكم انت عايز تشتغل على حكامك دولت ووفر لهم كل السبل عشان يوصلوا إلى عشر ستا وعشر ده مهم عندنا فرصة كبيرة جدا يوصل عايول لك ست حكام فين حكم فار كاس عالم ست حكام مصر بس الكلام ده محتاج شغل ها حقول لك شغل شغل كبير اولا قائمة الحكام الدوليين عشرين خمسة وعشرين لازم امين عمر بقى في قائمة الحكام وقائمة الفار لازم محمد احنا خاصة علفنا الناس بقى الافراد عرفناهم محمد معروف لازم في قائمة الحكام وقائمة الفار المساعد احمد حسام طهب مش في قائمة الفار لازم بقى في قائمة الفار لانه بقى احمد حسام ومحمد معروف ومحمد محمود الرجال مرشح برضو محمد عادل مرشح يروح حكم فار في كاس عالم مع عشور اللي مشرفنا كأوي رقم واحد في أفريقيا حاليا حكم في ار فمحمد عادل برضو محتاجي بموجود في قامة الفار زي ما موجود في قامة دولية انت بتتكلم على اسم مصر فالموضوع دلوقتي معادش بمزاك حد سحيس ان كده كابتن محمود عشور موجود في كاس العالم بس محتاجين دعم على فكرة المشوار صعب صعب جدا انت هتروح اول حاجة المعسكر من راحين 25 فبراير ل29 فبراير في قطر اول معسكر هيروح اول معسكر بيقابلوهم بالفيديو بتاع الكاس العالم انت عايز تروح ده فاول ما بيخش اول ما قابل ما حد الكلام خالص البرزنتيشن اول ما بيخش عشان الناس حكمنا يعرفوا هيروح عملوا ايه اول ما بتدخل بيجيب لك بقى كاس العالم ورطات كاس العالم اللي فات والقابله والقابله انت رايح هنا او انت هدفك هنا يعيشك الحلم الاول سدق ان انت بتبقى قاعد في القاع جسمك بياشعر وانت مرشح وحلمك وارك حلمك اول ما بيدخل فده بالنسبة لك طموح كبير وبعضهم موضوع من السهل تتكلام في سنتين شغل شاك ومنافسة شارسة فاذا ما كنتش انتك اتحاد مصري ولكن حكم مصرية تشتغل على حكمك دولت وتقعد معاهم انا كنت اتمنى بقى شخصين اللي انا عشت ده لازم اععد معاهم واشوف انهم عايزين ايه واعملهم ايه عشان اوصلهم للسكة دي اهل